رفع سعر الفايدة خطوة متوقعة وفعلا هتحقق فويت أهمها كبح جماعة التضخم والحفاظ على الأموال السخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق وبالتالي المفروض هيتراجع الاستهلاك وهيتراجع الاستثمار ينتج عندنا أن الأسواق هتعيد برمجة القوى الشرائية بناء على السيولة اللي هتكون متوفرة المواطنين حتما ولابد هيشوفوا الودائع المصرفية بقت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات وبشكل كبير جدا إزاي من خلال ادخارها المواطنين يتدخلوا فلوسهم داخل حسابات ويكدوا فوايد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفايدة الجديدة وكل ما ارتفع سعر الفايدة اللي هيعمله البنك المركزي هتزيد نسبة الفايدة بشكل تلقائي على القروض الموجودة حاليا أو الجديدة بالعملات المقاومة بعملة البنك المركزي أو المرتبطة بها فيكسب المواطن فلوس من فلوسه اللي موجودة في البنك وبكده كل الشعب يبقى تاجر عملة يمتدخر وكل صاحب شركة أو نشاط أو مشروع يقفلوا يتدخر فلوسه في البنك ويكسب منها أكبر من مكاسب مشروع وده خطة هترايح الحكومة وتتعب كل أولاد الشعب استفتاح الحلقة اللي موجودة على صفحاتنا في تويتر واللي بيقول البنك المركزي يرفع الفايدة 2% لمواجهة التضخم هليصبح الجنيه أكثر ربحية أمام العملات الأخرى كما يتوقع طريق عامر 10% بس نعم 67% لا 23% غير واضح بعض من تعليقات قادة وصنع رائعة للصفتاء شاء الله بيكونوا مستطالما لا يوجد انتاج حقيقي ورؤية حقيقية لتصنيع وتطوير صناعات والأفائد من بترول والغاز بيعت امتيازاته بالبخص فكيف سيكون الجنيه أكثر ربحية وإذا كان فلمن ستكون الربحية طارق طالع لعمه لتنين مهندسي نكسات العم نكسة عسكرية وابن الأخ نكسة اقتصادية مهندس حسن محرم رفع الفايدة لن يكون حل جزر للمشكلات الاقتصادية مصر تحتاج لإدارة علمية تشركية للشأن العام ويفترض أن يكون الحوار الوطني مقدمة لذلك ولكنه معرض للفشل لشبهة عدم الجدية وبسبب أوصياء الخارج وقد بدأ الإفشال برسائل زي محاولة الاغتيال واختراك موقع نبضه وأحداث أسوان وما خافية كان أعظم